موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة النهار اللبنانية التي عنونت اكتشاف جديد يغير مسار رياضة الغوص كشف النقاب عن جهاز جديد سيغير مسار رياضة الغوص سواء للغواصين المحترفين أو الهوات فبحسب ما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية سيساعد الجهاز الجديد سكوركل الأشخاص على التنفس تحت الماء في الأعماق لمدة تصل إلى عشر دقائق كما يمكن إعادة استخدامه مرارا وتكرارا عن طريق ضخ الهواء بداخله مجددا صحيفة القدس عنونت اليوم كفيف يتمكن من الرؤية للمرة الأولى منذ عشرين عاما بواسطة عين إلكترونية خضع أنتوني أندريو تولا لعملية ثورية مكنته من الرؤية مرة أخرى بعد أن أمضى ما يقرب من خمسة وعشرين عاما من حياته كفيفا واستطاع أنتوني أن يرى الضوء مرة أخرى عندما استعاد بصره جزئيا بعد حصوله على عين إلكترونية تقوم بإرسال الصور إلى جهاز مزروع في عينه من كاميرا صغيرة بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية وإلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنوانت السكك الحديدية السويدية تطور تقنية تستبدل التذاكر برقائق تحت الجلد أعلنت شركة اس جاي المسؤولة عن السكك الحديدية السويدية عن تطوير تقنية جديدة تجعلها أول شركة سفر في العالم تسمح للركاب بالتخلي عن التذاكر الورقية قديمة الطراز ودفع ثمن بطاقات سفرهم باستخدام رقاقة بيومترية مزروعة تحت جلد يدهم أما صحيفة القبس الكويتية فقد عنونت لوحة مفاتيح ثورية من مايكروسوفت أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن أحدث لوحة مفاتيح تبتكرها مزودة بقارئ بصمات المستخدمين وبواسطة القارئ الجديد سيستغني المستخدمون عن كتابة كلمة السر لفتح حواسيبهم وأطلقت الشركة على لوحة المفاتيح الجديدة اسم Modern Keyboard اشتركوا في القناة